بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي بي هذا حديث قدسي يخبرنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة أن الله سبحانه وتعالى يكون عند ظن العبد به فمن ظن بالله خيراً كان الله له بكل خير ومن ظن بالله غير ذلك كان الله له بغير ذلك وورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أعطي عبد عطاء خير من حسن الظن بالله ما أعطي عبد عطاء أفضل وأخير عند الله من حسن الظن به والذي لا إله غيره إن العبد ليبلغ بحسن الظن بالله جنة عرضها السماوات والأرض وتعرض لنا أحداث السيرة الشريفة موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته هو والصديق إذ خاف الصديق حينما اقترب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فدل ذلك على أن رب العزة سبحانه وتعالى لا يفارق عباده المؤمنين وأنه سبحانه يكون معهم في كل حال ويكون عند حسن ظنهم والسؤال الذي يتبادر إلى الزهن في أي المواطن ينبغي أن يحسن العبد الظن بربه وأول موطن من هذه المواطن هو موطن الأزمات حينما تنزل بالعبد الشدائد وقد ورد في القرآن الكريم حينما انتهى فرعون وقومه خلف سيدنا موسى وقومه فقال أصحاب سيدنا موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هذه الأزمة يظهر فيها حسن الظن لهذا النبي العظيم فيقول لن يدركون أبدا إن معي ربي سيهدين فتبرز ويبرز حسن الظن بالله في أول مشهد حينما يمر بالإنسان أزمة ينبغي أن يحسن الظن بربه وأن يعلم أن مصيره إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله أيضا عند الدعاء فقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فمن الله الإجابة والله سبحانه وتعالى ينعم على عبده إذا دعاه وهو موقن بإجابته فإنه سبحانه وتعالى يكون بالإجابة قريبا منه محصلا لحسن ظنه أيضا من مواطن حسن الظن بالله عند التوبة فحينما يذنب العبد ينبغي أن يحسن ظنه بربه وأن لا ييأس من رحمته وأن يكون عالما ومتيقنا من قبول توبته فسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده من رجل سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه حتى أيقن الموت ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وآخر المشاهد التي يحسن بالمسلم أن يحسن الظن بها هو عند الاحتضار فإن العبد حينما يكون مقبلا على ربه محسنًا الظن به فإن الله سبحانه وتعالى يكون له بالنجاة ويكون له بالقبول فمن مات وهو يحسن الظن بالله أنعم الله عليه بالجنة ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ينبغي على المسلم أن يستصحب معه حسن الظن بالله في كل مواقفه في حال الأزمات والشدائد وفي حال دعائه وفي حال توبته وفي حال احتضاره والله سبحانه وتعالى يكون له في كل المواقف بالرضى والرضوان والقبول والإنعام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد على قلوبنا بحسن الظن به وأن ينعم علينا بالرضى به وأن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يتقبلنا على ما بنا من تقصير إنه سبحانه وتعالى كريم وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر